السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلونا اليوم في هذا الفلق نعمل جولة شوپنج ونشوف المحلات اللي موجودة في درسدن يعني اليوم بيكون فلق شوپنج للي يحبون التسوق فيش رأيكم اليوم ندخل على المحلات نشوف الجالري نشوف الأشياء الموجودة هناك فيلا بنا وخلونا نشوف أول وأكبر جالري دخلنا هذا الجالري الجالري اسمه ألتمار جالري درسدن يعتبر من أكبر المحلات أو من أكبر المولات الموجودة في درسدن هذا المول أو الجالري في بول عديد من الماركات العالمية ممكن تتلشفونها وتزورونها وتشترون منها وأنا بحط لكم عنوانه للي يحب يزور هذا المكان العنوان موجود في صندوق الوصف موسيقى 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 اشتركوا في القناة بعد ما خلصنا جولتنا في القلتشتات غالرية اتجهنا الى براقشتراسة براقشتراسة يعتبر من اكبر الشوارع اللي هي موجودة فيها المحلات التسوق في درسدن هاد براقشتراسة اشهر شارع في درسدن هذا المبنى اللي موجود امامكم قبل 15 سنة كان عبارة عن كارشتات محل الكارشتات وبعد كده حولو او بنو جنبو مبنى ووسعو وخلوه مول كبير فيبو العديد من المحلات هذا المول الموجود في درسدن في براقشتراسة شوفوا كيف هاد بمشيها كمان هاد بمشيها وهذا تحت يبو كل المحلات اللي موجودة في العلمان في أغلب من دن أوروبا ومتنتم شون بتسمعون الموسيقى في الشوارع طبعا هادون الموسيقى تجي من مجموعة من الناس اللي تعمل الموسيقى في الشارع والناس تساعدها بالمال يعني يغنون بدل ما يشهدون ياخذون اليوم قررنا نتغدى في مطعم اسطنبول نجربه هذا موجود في براقشتراسة موسيقى طلبنا فيتزا وهذا كمان الشامبنيون هاد من المطعم وكمان الشوارع البطاطس شكلها لذيذة ونشوفها كيف بتكون اقول لكم بعد الاكل هذا هو اسم المحل وهذا هو المطعم او البوفيت تقريبا ويعني اكله خمس من عشرة انا اليوم في مدينة درسدن نويشتات من امام جولدنا رايتر اللي هو الفارس الذهبي هاد هو حصان لهاذة الفارس مثلية örث مع الطانب ере واسمه فريد أفقاستين لا فريد أفقا broken لحظة خليني اقراها تمام اقربها عشان اعرف اقراها لانه من بعيد ما شبش لحظة 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 ايوه فريد افقافستي الثاني فريد افقافستي الثاني شوفوا الان قربتو شوفوا الحصان ومن هاد المكان هاد النوشتات عليها مثل السوق او مثل البوابة من الجانبين شوفوا كيف من الجانبين محطوط عليهم فوق بالدهبي هادون العمودين من هنا الواحد ممكن يدخل الى النوشتات النوشتات في الجانب الثاني موجودة نافورة برضه تماثيل قديمة هذا التمثال الاول النافورة الاولى وجنبها النافورة الثانية ويتوسطهم الخيل ويتوسطهم الخيل او الفارس الذهبي من هنا يبدأ السوق النوشتات السوق حقهم فيه على طول هذا الشارع موجودة محلات تبدأ من محل الايس كريم هنا اللي تقريبا موجودة من ايام الديدي ار يعني من ايام الالمانيا الشرقية ويبدأ كمان من الجهة الثانية بالمقاهي وبعدين هنا كل الشارع هذا اللي تشوفونه امامكم شارع ممكن الواحد يجلس فيه لانه فيه كراسين من الجانبين وفيه اطراف الشارع كله محلات يعني شارع تسوق مناسب الواحد يتسوق ويقعد اذا تعب ولو ان التسوق ما يتعبش الحريم تمشي وتتسوق ولا نتعب يعني الواحد هنا بس يحطون الرجال يجلسون والحريم يروحون للمحلات يتسوقون شوفوا شوفوا المحلات كلها موجودة وكل الماركات كل الاشياء كل المحلات تقريبا موجودة هذا طبعا غير اللي موجودين في في النوي ماركت لانه هذا هذا النوي شتات النوي ماركت في الجهة الثانية في النوي شتات في الألتشتات في الألتشتات هذه المدينة تهدمت كلها في الحرب في الحرب العالمية كلها تهدمت هذا المدينة هذا الاتجاه بالمدينة وبنيت من جديد لذلك سموها بالنوي شتات كلها بنوها من جديد وبنوا عليها المحلات الجديدة وكلها جديد هنا فاذا بتزورون دريسدن مش فقط الآلتشتات في كمان في النوي شتات وهذه السوق طبعا السوق طويل على امتداد كما ترون هناك بصراحة عمت بوقف تصوير وبمشي لما النهاية برتاح شوي وبعدين بصور لكم نهاية أيوه الساعة هذه شوفوا هذه الساعة أنا قد شفتها في زيارة سابقة لي أعتقد موجودة من زمان جنب النافورة وتصورت فيها أعتقد تصورت مرة جنبها أول مرة أجي إلى دريسدن هذه الساعة موجودة في وسط مدينة موسطة النوي شتات تمام؟ هنا محل محلات على طول الشرط نمشي في الوسط أحسن عشان أوريكم الجهتين من الأسواق من الأسواق شوفوا هنا الجهة هادي والجهة هادي هذه محلات حد الألتشتات في موجود عندهم بس باللاحظ أن المحلات اللي عندهم غير محلات اللي عندنا في مدينة بون أعتقد أن الجهة الشرقية من ألمانيا تختلف عن الجهات اللي عندنا في نوردهاين بستفالن هذه كلها الأشياء والمحلات اللي موجودة في زاكسن غير يعني لو زرتوا هذه المدينة تختلف تختلف في أشياء كثيرة عنها أنا لاحظت أن محلاتها غير محلات نوردهاين بستفالن أو محلات الجهة اللي إحنا عايشين فيها نراك شوفوا إلى أسماء حق المحلات شوفوا إلى الأسماء غير هذه المحل ملاحة كثيرا للأحضية سوف نرى ما لديهم واسعارهم بعد الوباء الناس منزلين لخمسين في المئة كلهم منزل خمسين في المئة تخفيض هذا محل عالمي موجود في كل الاماكن هذا موجود في نوي هذا عبارة عن مول سوف نرى كيف حتى اسمه قديم الآن لا يسمون اسماء مثل هكذا كانوا يسمون ماركت هالا يعني قاعة سوق زمان الحين بيسوون غالري بيسوون مول لكن هذه الاسماء اختفت من زمان صارت الآن غير هذا المول القديم او الماركت هالا دعونا ندخل ونرى كيف حقها الديزاين من داخل نتعرف على الاسواق اللي فيها شوفوا كيف طريقة المون اكشاكشا صغيرة شوفوا محل صغير بدون ابواب وهذا المحل الثاني محل ورود وهذا المحل الثاني وهذا محل شاي محل كأنه صيني او عربي او روسي روسي هذا محل روسي وهنا قهوة شوفوا كيف طريقتها صراحة حلو يعني حاجات اثرية وقديمة شوفوا كيف شوفوا كيف اذكرني باسواق القديمة اعتقد فيه سوق سوق نايف في دبي بنفس الطريقة دورين كده شوفوا طريقة والله حلوة يعني كلها مفتوحة على بعض لا في ابواب ولا شي حاطين فوق مكتوب هنا موضة ومكتوب كمان ليدة جلود هنا موضة ملابس تكستير وديك الجهة كمان نفس الشي نفس الطريقة شوفوا سيف حلوة حلوة يعني سوق غريب عجيب اعتقد فيه تحت حتى الاشياء حقهم مطروحة مطروحة بره المحل قدام المحل تحت المطاعم شوفوا تحت هنا المطاعم المطاعم موجودة وهذه الدرج وفيه كمان أسنسير وصلنا إلى نهاية النوشتات أول ما توصلون نهاية النوشتات بيكون قدامكم هذه النفورة مضيئة فيها ضوية تمام وتطل على حديقة شبوحة للباحة هذه كلها حديقة وهناك شارع يجي منه ممكن تطلعون من البانهوف يعني محطة القطار الرئيسية في مدينة دريسدن تطلعون ويجون على البانهوف تطلعون تطلعون إلى النوشتات للتسوق من الأماكن التي تزورونها في دريسدن هذا المطاعم مطاعم هندي اسمه قانيشة دعونا ندخل ونجرب هذا المطاعم هذا المطاعم في برلين مطاعم هندي الذي يحب يجين دمون المطاعم الهندي لاسي مانغو لاسي طعمه لذيذ بصراحة فنان سعره ثلاثة يورو ونص عصير بس يستهل طلبنا هذا الرز البسمتي وهذا الكري مع الفضار شكلها لذيذ وهذا البرياني كلها عاملينه بطريقة حلوة وشافية وهذا السوس اللي معاه هاته طبعا وجبة واحدة بسعرها عشرة يورو يعني الرز مع الصانونة عشرة يورو وهذا قيمته ثلاثة تحشر يورو البرياني مع الصوس حاول وهذا البرياني هاته طلبنا برياني بصراحة الاكل باطيخ اربعة من عشرة تقييم هذا وفي الاخير ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك وشير مع الاصدقاء وشيوس